من أطيب الطبخات التي نعملها بالشتوية والكلب يحبها هي الفاصولية البيضة إن شاء الله اليوم بهذا الفيديو رح أعملكون ياها بطريقة صحيحة ومضمونة والطعمة ولا أطيب من هيك تعبوا معي الفيديو وتعالوا لنشوف طريقة التحضير قبل ما نبلش بالفيديو فضلا ونسى أمرا ما تنسوا تدعموا الفيديو بلايك وإذا كنتوا فايتين على قناتي الأول مرة بتمنى أن تشتركوا فيها وتفعلوا الزر الجرس بالبداية هون بدنا ننقع الفاصولية من قبل بيوم نقعت حوالي كوبين من الفاصولية بمي تغمرة كتير منيح مع ربع معلقة صغيرة من بيكاربوناتو سوديوم وهي شكلها بعد النقع طبعا لازم نغمرة بالمي كتير منيح لأنه بتنفش حبة الفاصولية أضعاف حجمة الأول عني هيك بيكون حجمة قبل النقع بعد هيك بدي أغسلها كتير منيح من المي تنقع لعدة مرات أربعة وخمس مرات وبصفية كتير منيح وبعد هيك بدي أسلقها ونحط بالطنجرة مي صخنة على النار ورح ضيف عليها الفاصولية بعد ما صفيتها وغسلتها منيح وبتركها حتى تغلي بعد ما بلشت تغلي عندي المي رح قيم الرغوة اللي طلعت على سطح المي حلق في ناس بتطبخ الفاصولية فورا بقلب التسبيكة تبحها أو الصلصة تبحها بس أنا بفضل إني إسلقها قبل وكوب مويتها هيك بتطلع أطيب وحتى صحية أكتر بعد ما قيم الرغوة بدنا نغطي الطنجرة ونتركها لحتى تستوي تماما على نار هادية كتير بطنجرة تانية على النار بدنا نسلق اللحمة رح ضيف معلقة كبيرة من السمنة وممكن تحطوا زيت نستناها حتى تسخن كتير منيح وبعد هيك رح ضيف عليها اللحمة استعملت نص كيلو من اللحم الخاروف والمقطع خشام والأطيب بهك أكلات نختار نوعية لحمة طرية أنا بستعمل متلة الخاروف بتجي كتير طرية وطيبة وما بتطول بالاستواء طبعا في حال ما توفرت عنا اللحمة الخشنة أكيد ممكن نستبدلها بصدور الجاج كتير بتطلع طيبة كمان أول ما نزلت اللحمة بنزلها على نارة عالية كتير أول ما تاخد لهم نعطر في الأول بستمر بتقليبها لحتى يتغير لونها بالكامل بهذا الشكل الواضح عليكم بالفيديو بعد هيك رح أغمرها بالمي السخنة حصرا لازم نستعمل المي السخنة لأنه المي الباردة بتخليها تكميش وتبطل تستوي أول ما تبلش تغلي عنا المي رح تظهر الزفرة رح اش الزفرة اللي طلعت على سطح المي وبعد هيك رح ضيف المطيبات هلأ رح ضيف بصلة وسط مع أربع حبات هيل طبعا ملح ما منضيفه بالبداية لأنه بأخر عملية استواء اللحمة بس تستوي تماما منضيفه بغطيها وبتركها على نار هادية تماما لحتى تستوي وهيك صارت الفاصولية عندي جاهزة استوت تماما بدناها تكون محافظة على قوامها بدون ما تفك اشرتها وبنفس الوقت مستوية 100% لاحظوا معي كيف درجة الاستواء مستوية من بره ومن جوه وبنفس الوقت محافظة على قوامها ومو فاك اشرتها بدي احكي شغلة بالنسبة لوقت الاستواء بتعتمد على نوعية الفاصولية اللي عنا انا اخذت معي نصاعة بس فيه انواع فاصولية اذا كانت ما كتير نوعيتها جيدة بتاخد اكتر من ساعة هلأ رح اصفيها من ويتها واتركها على جنب بعد ما استويت اللحمة عندي تماما ضفت لها الملح وطفيت عليها النار لاحظوا معي كيف لونها فاتح وبيشهي ما شاء الله بياخد العقل هلأ رح اتركب مويتها ورح اغطيها منيح لحتى ما تتعرض للهواء ويتغير لونها ويغمق بطنجرة تانية رح حضر لرز بالشعيرية حطيت كمية من الزيت النباتي وعمقلب للشعيرية بشكل متواصل حتى ناخد لون اشقر دهبي مثل الواضح معكم في الفيديو طبعا انا حضرته على قناتي قبل هالمرة بشكل تفصيلي رح اترك لكم الرابط بالوصف اللي بيحب يشوف الفيديو بعد هيك ضفت عليهم الرز منقوع ومغصول كتير منيح لمدة ساعة انا بخلط الرز المصري مع الرز البسمتي حبة طويلة بقلبهن مع بعض كتير منيح لحتى هيك يتقلب مع بعض وبعد هيك رح اضيف عليهم المي الصخنة بالنسبة لعيار المي لكل كوب رز كوب من المي الصخنة ورح ازويت كمان كوب زيادة مشان للشعيرية بحرك هون ورح اضيف الملح كمان لكل كوب رز رح اضيف معلقة صغيرة من الملح انا هون عيارت اربع اكواب من الرز رح حرك هون وغطي هون على نار متوسطة بالبداية اول ما تبلش تنشف مية الرز بحركه تحريكه واحده بس وبغطيه وبهدي النار على الاخير لمدة عشر دقايق وربع ساعة لحتى يستوي تماما وبهالوقت منطبق الطبخة طبعنا مشان نقدم هون صخنين مع بعض لطنجرة على النار رح اضيف حوالي مية وخمسين جرام من الدهنة المفرومة كتير ناعم رح اقلبها واتركها تنسلة على نار هادي مع رشة ملح وفلفل اسود ححكيهم بالنسبة لاضافة الدهنة هون عنا الاضافة اختيارية بس انا بصراحة كتير بفضل انه اضيفها كتير بتعطي طعمة طيبة لأكلات المرأة والبندورة بعد هيك رح اضيف كمان معلقة سمنة لحتى قلي فيها البصل رح اضيف بصلة متوسطة الحجم قطعه ناعم ورح اقلبها مع رشة ملح لحتى تدبل وهلا رح اضيف عليهم 3 معلقة كبار من دبس البندورة ورح اقلبهم مع بعض هاي الطريقة هيكي مناخذ نكهة طيبة لما نقلي دبس البندورة مع البصلة وهلا رح اضيف اللحمة المسلوقة مع مرأتها رح اضيف عليهم كمان نسمع الأصغيرة من الفلفل الاسود وبنسبة للبهارات اختيارية وحسب الرغبة رح اضيف عليهم هلا الفاصولية اللي سلقتها وصفيتها وبقلب هون على مهلي شوي شوي لانه الفاصولية مستوية تماما رح ازود الماء شوي كمان حطيت كاستين ماء وبتركها حتى تغلي بعد ما غلت انا ضفت عليها كمان معلقتين كبار من دبس البندورة لانه لقيت لسه بدا حمود وكمان منضبط الملح بهاي المرحلة منتركهن يولو مع بعض لمدة عشر دقائق وبعد هيك بتكون صارت جاهزة عنا هلا طفيت عليها النار صارت جاهزة عنا ما شاء الله الريحة بتاخد العقل عن جد بتشهي وهيك الرز بيكون صار جاهز عنا استوى تماما شايفين ما احلامه شاء الله كل رزة ورزتها مع العلم انا ما استعملت الرز الطويل خلطت بين النوعين متل ما حكيت سابقا هلا الخطوة الاخيرة احضيفه عليه معلقة كبيرة من الزبدة وتقريبا اربع معلقة كبيرة من الزيت النباطي الزيت بيعطيه لمعة حلوة للرز بعد ما يستوي نقلب هون هيك تقليبة خفيفة وخلاص هيك بكون صار جاهز عنا هيك بتكون وصلنا لنهاية وصفتنا لليوم بتمنى انه طريقتي بهاي الطبخة تكون عجبتكن اه بشوفكم ان شاء الله مرة تانية بفيديو جديد ووصفة جديدة شكرا لحس المتابعة والسلام عليكم اشتركوا في القناة